اعرف هدفك واسعى إليه بكل قوة سلام عليكم تخيل معي هذه القصة نزل أحدهم من شقةه إلى أسفل البناية التي يسكن فيها والمطلة على الشارع ووقف وهو في كامل أناقته وحسن هندامه وأخذ يشير بيده إلى سيارة أجرة وبالفعل لم تمر وضع ثواني حتى توقفت أمامه سيارة أجرة فتح الباب وركب السيارة فنظر عليه السائق في أدب واحترام وسأله إلى أين تريد الذهاب يا سيدي صمت صاحبنا برهة غير قصيرة والسائق ينتظر رده وعندما طال انتظاره سأل الراكب مرة أخرى وقال له عفوا إلى أين تريد أن نتوجه يا سيدي رفع الراكب رأسه ولمع في عينيه حيرة محبطة ملأت المكان وقال لا أدري لم يصدق السائق نفسه وقال ماذا؟ لا تدري إلى أين أنت ذاهب؟ جاء الرد خجولا مهزوزا نعم سؤالي لك الآن ماذا كنت ستفعل إذا كنت أنت هذا السائق؟ هل ستشك في قواه العقلية؟ هل ستنزل الراكب من السيارة؟ أو ماذا أنت بفاعل؟ مهما يكون رد فعلك فلا أظن أنك ترضى عن سلوك ذلك الراكب وهذه حقيقة فكلنا في الغالب لن نرضى عن مثل هذا السلوك من الضياع والحيرة ولكن هل سألت نفسك إلى أين أنت ذاهب بحياتك بعد خمس أو عشر سنين من الآن؟ هل عندك هدف؟ هل تعرف إلى أين تبحر سفينة حياتك؟ هذه الأسئلة قد تكون غريبة بعض الشيء ولكنها هامة جدا حتى لا يكون مرء في حياته مثل هذا الراكب التائه الذي لا يدري إلى أين يذهب إن أولى خطوات النجاح بل أهم خطوات النجاح في الحياة على الإطلاق أن تحدد رسالتك وأهدافك في الحياة فقد تصبح حياتك بدونهما ضربا من العبث أو على أحسن الأحوال معاناة مستمرة في مكافحة المشاكل والعيش في منطقة ردود الأفعال اعرف هدفك واسعى إليه بقوة يومكم سعيد ترجمة نانسي قنقر